بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في درس هذا اليوم عن بعض أنواع المردود بسبب طعن في الراوي وسنتحدث خصوصا عن الشاذ والمحفوظ نبدأ بالتعريف فنعرف الشاذ فنقول في تعريفه لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور أما اصطلاحا فهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه شرح التعريف المقبول هو العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خفى ضبطه والذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الإصطلاح أين يقع الشذوذ؟ الشذوذ يقع في السند ويقع في المتن أيضاً مثال على الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولاً هو أعتقه وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمر ابن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس في سند الحديث ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد ابن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه مثال الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً إذا صلى أحدكم الفجر فليضطج عن يمينه قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ الآن تحدثنا عن الشاذ وسنتكلم الآن عما يقابل الشاذ وهو المحفوظ والمحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة ومثاله المثالان المذكوران في نوع الشاذ فعكس الشاذ هو المحفوظ حكم الشاذ والمحفوظ الشاذ حكمه الرد أما المحفوظ فهو حديث مقبول هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم